بعث المصري الأفريقي منذ استقلال للطائرة المتجه من القاهرة إلى جوانسبرج أهمية هذه المباراة أنها واحدة من أهم مباريات النادي الأهلي في مشواره الأفريقي ومشوار النادي الأهلي هذا الموسم يعني على مدار اليومين قد فريق النادي الأهلي تدريبين التدريب الأول كابتن رايمن كان على ملاعب جامعة بريتوريا وكان ذلك التدريب الأول اللي شايفينه والليحنا لامسينه من اللعبين التركيز الحماس اللي موجودة عند اللعبين اللعبين عارفين قيمة هذه المباراة طبعا أمور فنية اشتغل عليها مستر مارس الكولر في التدريب الأول التركيز على بعض الأمور والجمل الخططية اللي هيطالب اللعبها إن شاء الله إن هم يطبقوها في هذه المباراة ثم كان هناك التدريب الأخير أو التدريب الرئيسي للنادر الهلي اللي كان بالأمس على ملعب لوفتس اللي هيستضيف أحداث اللقاء وخلينا أقول لك أن واحد من أفضل الملعب الموجودة هنا في جنوب إفريقيا درجة الحرارة بكلمك إن حاليا أنا كابتن أيمن درجة الحرارة بتتراوح ما بين 25 درجة مقوية إلى 28 درجة مقوية نتمنى تستمر درجة الحرارة بنفس يعني هذا المعدل أثناء المباراة طبعا في التدريب يشتغل مستر مارسل كولر مع اللعبين على بعض الكرات الثابتة والأمور اللي زي ما قلنا بيطالب إن اللعيبة تنفذها إن شاء الله خلال هذه المباراة طبعا النادر الهلي بيستعيد من الإصابة لعمر السلية اللي على مدار اليومين كان بيظهر في تدريبات النادر الأيلي بصورة أكثر من ممتازة طبعا بالإضافة إلى خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر سين الشحات اللي شارك في المرام بالأمس واليوم طبعا بتتبقى الرؤية الفنية المستر مارسل كولر يعني احتياج اللعبين أو اللي يكون موجود معنا في هذه المباراة محاضرتين عقدهم مستر مارسل كولر على مدار اليومين الماضيين بخلاف المحاضرة اللي عقدها النهاردة طبعا اللي بيعقدها مع اللعبين قبل التوجه إلى ملعب لوفتس اللي بيستضيف أحداث اللقاء اللي احنا لمسينه على مدار تواجدنا هنا مع الفريق في جنوب أفريقيا في تركيز شديد جدا عند اللعبين مستر مارسل كولر وكابتن محمد الشناو في المؤتمر الصحفي تكلموا على أهمية هذه المباراة وأنها واحدة من المباراة المفصلية في تاريخ النادر الأيلي هذا الموسم تكلم على أن النادر الأيلي جاي من جنوب أفريقيا من أجل تحقيق الانتصار تقد كلها أمور مهمة نتمنى نشوف مردودها إن شاء الله على أرض الملعب برضو عايزة أقول لك أن الأوساط الإعلامية هنا في جنوب أفريقيا تكلم على المباراة زي وأن المباراة الأهلي وميلدي سانداونز أصبحت واحدة من ثوابت دوري أبطال أفريقيا واحدة من كلاسيكيات دوري أبطال أفريقيا طبعا بيضاف إلى هذا الأمر أن الهوجو بروس المدير الفني البلجيكي المدير الفني المنتخب جنوب أفريقيا يختار عشر لعبين من قوام فريق سانداونز للانضمام إلى معسكر المنتخب جنوب أفريقيا اللي يخوض لقائن في يوم 24 مارس و28 مارس أمام ليبيريا طبعا بالإضافة إلى بيرستاو لعب للنادي الأهلي وتكلم على هذا الأمر والأوساط الإعلامية تكلمت على هذا الأمر وأنهم بيحاولوا يقلدوا تجربة للنادي الأهلي مع المنتخب المصري أثناء فترة 2006-2008-2010 لما كان القوام الأساسي للمنتخب المصري من النادي الأهلي وده بيزيد من معدلات الانسجام وده مد يروح معنوية كبيرة جدا بالنسبة لفريق ماميلدو سانداونز عايز أقربك من المعسكر فريق ماميلدو سانداونز والتشكيل المتوقع اللي هيكون لهذه المباراة بالنسبة لفريق ماميلدو سانداونز هيكون في حراسة المرمى واليمز قدامه اتنين مساكين مفالا وكيكانا في اليمين خليو مودو وفي الشمال أوبري موديبة في منتصف الملعب مكوينة ومارسيلو الياندي قدامهم ثلاثة تيم بزواني نياو مييمة وميلولة وبتر إشلويلي هو رأس الحربة طبعا تقم تحكيم لهذه المباراة تقم تحكيم مسنغالي قيادة عيسى صا بيعون الحج مالك وانواها بنجورة والبيرتو ديوف الحكم الرابع دي كل الكواليس كل الأخبار من هنا من مقر إقامة فريق للنادل أهلي كل التوفيق بإذن الله للنادل أهلي في هذه المباراة من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شاو شكرا جزيلا للزميل العزيز